كل يوم يطلع علينا حد جديد بيتكلم عن رموز او عن لعيبة او هجوم هجوم ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ناس مش فاهمة كورة تطلع تتكلم كل شوية ما ينفعش الناس دي تطلع تتكلم على كده اللي ملوش ماضي ملوش حاضر واللي لعب سياسة هو يتحمل مسؤولية اللي هو لعب سياسة لكن ما تنساش تاريخه ابدا ما تمسحش تاريخ الناس بقى استيكة ما تمسحش تاريخ الناس كده احنا مش كده احنا ولاد اصول يا ولاد الاصول ارجعوا لنقاء الشعب المصري الجدعانة والشهامة والرجولة ستات مصر كليها دور مهم جدا هتقول لي مش معنى الستات هقول لحضراتكو تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع نعلق تلع كده هاشتاك في على الانترنت التنظيمات الاخرى وعلى رأساة طبعا جماعة الاخوان المسلمين اللي هو ينتمي لها باعتباره بقى حد من الاخوان المسلمين هو فقد اساسا الانتماء الوطني وفقد فكرة ان هو يمثل الفراعنة في كاس العالم ليه بقى نجيب واحد اولا بقى له ثلاث سنين برا المنتخب ما بيتدربش ما عندهوش اي تأهيل بدني ولا تدريبات ونجيبه والناس تقول ايه علشان نديله بعض حقوقه انه هو يعني نديله البرستيج بتاعه باعتباره اشتغل مع المنتخب وانهو ما تأهلش ثم هو ما تأهلش من خبته لانهو كان بيشتغل واقعد فترة واقعد اربع مرات يحاولوا يدخلوا تلات مرات يحاولوا يتأهله وما تأهلوش ما يجيش دلوقتي بقى ويحاول يختصر من فرحة الفريق ويغطي على محمد صلاح وكمان حاجس يدر يا فترة طبعا حبيبي التعامل في وقت مش طبيعي في وقت متزامن مع فرحتنا بحيث انهو يبقى اتحط في دائرة الضوء والتسحب ده من يعني فرحة المصريين بالمونديل صعب عليهم صعب عليهم ان محمد صلاح بقى رمجوا بيحاولوا يردو على محمد صلاح انتهى هذا الموضوع احنا عندنا احكام من المحاكم حاكمت لا لا انا مش عاكمت على محمد صلاح ها اللي قاله جرح كوم لا لازم نقفل بها انه الرمز الرياضي اللي بينتمي او المقرب من جماعة الاخوان اللي هو محمد مطريدة جاء 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 محمد صلاح صرمه اللي مسع تاريخ كل النجوم الصلاح احنا بنتكلم كورة ولا بنتكلم سياسة لا احنا بنتكلم كورة لا احنا بنتكلم كورة لاشتراح من الله هو العريب لوتاريخ يكفي 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 ان حول الفريق لا حول الفريق لنسجدين احنا رجعنا فرعان الكلام اللي عايز اقوله ما تسيبوا الكرة لناسها ما تسيبوا الكرة لولادها ما تسيبوا عايزين تلعبوا السياسة تتكلم على ابو تريكا في السياسة انا موافق والغلطان يطبق على القانون لكن لما تتكلم في الكرة لا انا اسف لان حضراتكم هرجع اقول تاني كان ناس كتير قوي بيتقال على لعبة الكرة اللي هي بتفرح مصر كان بقولوا عليهم راحين يلعبوا ده مصر يا جماعة بص الدنيا بتعمل ايه وفيها ايه وبتاع جاي تقول لي دوري دوري ايه يا جماعة عيب كان الناس تنزل في الشارع وده بيطالب وده يروح والدوري ودرجة تانية وظروفنا وحياتنا وكان بيطلعوا نفس الناس انت مين يا بدي التواكرة ايه يا بدي نبتكلموا فيها تروحين تلعب النهاردة روحنا كاس العالم بقى كل البرامج كورة ده انتو رجالة ده انتو زال انا ما بحبش المعايير المضروبة ما بتمشيش معاي انا احترم الناس كلها واحترم كل الاراء واحترم السيدات اللي كانوا بتكلموا واحترم كل الاراء اللي موجودة امام حضراتكم لكن تعالوا بالراحة بالراحة اصلا فيه كلام خطير اتقال اول جملة ما ينفعش تتقال اساسا من حد مصقف اتقال لك ايه تلع رائي على السوشيال ميديا او هاشتاج بعد اما مصر وصلت كاس العالم هو الهاشتاج بيطلع امتى ما انا اقول ابو تريكا لما مصر ما تروحش كاس العالم هتطلع هاشتاج عودة كابتن مثلا مصطفى عبدو بعد ما نوصل كاس العالم ما هو الهاشتاج بيطلع بعد حق الوصول لانه نجم كبير لانه نجم كبير لانه علمنا كلنا ممكن كنت انا على المستوى الشخصي اكبر منه في السن واكبر منه او اقدم منه في النادي الاهلي لكن جاء علمنا اخلاقيات معينة وجاء علمنا انسانيات معينة وجاء علمنا حاجات كويسة من غير ما ادخل في تفاصيل حكينا هالكو كتير لكن ايه ده ايه العبس اللي وصلنا ليه بنفرح بكاس العالم بقت القصة هاشتاج واحد قاعد في تكييف كتبه نفس الفكرة تاني ونبتدي النقشه كأن مصر ما فهاش غير ابو تريكا اللي هو طلب يلعب في كاس العالم والله انا افهم البتوكشور الرئيسي اللي هو انتقد الرياضة وانتقد دوري يرجع ايه ده ايه اللي يرجع الدوري ده يا عم انت رحين تلعبه ومش وقته يا عم جماهير ايه وتعمل لنا فتنة ايه وكرة ايه وزفت ايه انتو اللي قلتو كده بالمناسب الكرة بقت جميلة ولطيفة عندنا هموم كتير جدا حف الشبابك طب مدام بتنقشه كرة طب ما تتكلمه في عودة الجماهية طب ما تتكلمه في المحبوسين طب ما تتكلمه في امور كتير طب ما تتكلمه في المدربين طب ما تتكلمه في عودة اللاعبين اجيبالكو ازاي او شغلتونا ساجع يا ناس ما تسيبوا كرة اللي بتوع كرة فاهمين الظروف وبيعرفوا يتكلموا ومنضبطين وعارفين المشاكل الحقيقية فين لكن كلام 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 قال يقول لك ايه ده له جملة خطيرة جدا قال لك يعني خلوني اخد بعض الجمل اللي ما ينفعش ما ردش عليها للامانة وهنا برسخ مبدأ احنا بنبعد عن اخلاقياتنا ليه بنبعد عن اللي تعلم لنا ليه في حياتنا اللي ملووش ماضي ملووش حاضر يا فندم اللي بيتكلموا لازم يبقوا مزاكرين وفاهمين محمد ابوتريكا لعب مع محمد صلاح في 2014 ومواصل نشكس عالم محمد صلاح كان موجود برضو ونجم كبير واحنا في مجتمعنا اللي انتوا لازم تعرفوه في البعض بيشز مننا وبيممشي بتاع مصالح لكن دي مش قاعدة ابدا مش قاعدة مش قاعدة مش قاعدة محمد صلاح اللي اتنين بيلعبوا في البطولة مع بعض ده سنه كبير وعنده خبرات واخد بطولات لا تعد ولا تحصى ومحمد كان لسه بيبتدي مشواره وكان فيه سناي يقول لك ابوتريكا ومحمد صلاح ننسى مدينة ننسى الناس الكويسة ننسى الناس اللي فرحتنا ننسى الناس اللي اسعدتنا ننسى الناس اللي كسبت بطولات ننسى كل حاجة كويسة ده دفاعا مش عن ابوتريكا بس احنا ما بنتعاملش كده احنا بنكبر بعض انتو بتعملوا فتنة ما بيننا انت لازم يبقى عندك السوبرستار ونجم النجوم والباقي كأنه كونز انا بقولي حقيقة هو وبتنسى الباقي اللي هو عرق وشقي فمن هنا بتصنع واحد والباقي كله كأنه مش موجود انتو اللي بتعملوا كده التخصص مش موجود وبعدين بقى كل واحد ينزرلك ده فاهم اكتر من ده وده لو لعبنا بميعارف ايه ابوتريكا عايز يروح يلعب مش عارف فين فيش كده مش فاهمين مش عارفين واحنا بنقول لكم فغيرنا سنين طويلة شافوا الكلام ده كانوا موافقين الاستاذ الدكتور فلان الفلان يا الخبير الاستراتيجي اللي مش عارف ايه انتو كله بيفتي في كله تروح تقعد مع اي حد يكلمك او انت كنت زمان ضيعت ضربة الجزاء دي مش عارف ده ابوتريكا كان بيعملكوا وحش وكان مغرور لازم نرجع لاخلاقياتنا لازم نرجع لمبادئنا ارهابي ارهابي هو لما فرح مصر ما كانش ارهابي انا بتكلم كورة ما ليش دعوة بالسياسة انا بتكلم عالبنا ادم اللي عاشرته ومحترم بتكلم عالبنا ادم اللي كان بليل بيستشرت منتخب البلد وحطت عالم جنوب افريقيا في قوتو ده تقال جملة ينهر ابيض ينهر ابيض بيسرق بيسرق مجود زمايله هو هو قال حاجة هو قال تصريح قال انا ما يسرقش مجود زمايله انتو بنعمل حاجة من لاشق ليه بننسى الجملة دي اهم جملة ارجعلي يا جماعة ارجعلي لان الجملة دي مهمة قوي الجملة اللي جاية دي مهمة جدا خلاص الناس عارفة بتاع الكورة كلها اللي هما كانوا يلعبوا مع بعض وعندنا لا عندنا تاريخ كبير جدا في الكورة عندنا نجوم واسماء تهز جبال ما تحصل ليش الكورة عند اتنين وتلاتة لو انتو عملتوا كده في الاعلام سنين طويلة ومش فاهمين كورة لا الكورة فيها نجوم تقيلة بتروح تشرفنا في كل مكان ومنهم ابو تريكا هو ارهابي بس ارهاب القلوب لما بيجي اسمه الدنيا بتنطفد عشان بيحبوه نختالك هل لو في حكم انا اول حاجة مع القانون لازم صوت القانون وفي حكم عليه وخلاص القضاء قال كلمته لكن ما فيه لسه مش شايفين حاجة على لسه فيه حاجات شغالة مش عارفين ايه قاعد اوزع التهم عارفين اللي بيقاعد يتام حد برا من غير مستند تلات سنين طب تنطق ليه بتهجم الناس ليه لكن الصلطة كل يوم حرام بقى والجملة المهمة اللي عايز اقولها ما قلتهاش المرة اللي فات ليه قلوبنا بقت جحدة ليه قلوبنا ما بقتش صحية ليه بقى انا بنحاول نكسر في بعض ليه بنحاول نقلل من بعض ليه بننسى تاريخ كل واحد محترم ليه ما بنفكرش اللي ده عنده اسرة وعنده ولاد بيدرسوا وبيشوفوا زميلهم وبيتكلموا معاهم ويسمعوا يتقال على ابوهم كده الدمير حيصحى امتى والرحمة اللي في قلوبنا هتظهر امتى جدعانة المصريين هتظهر امتى عنده اسرة يا ناس فلتاكل خيرا او تصمت كفاية تقطيع في الوش وفي الهدوم وفي السدر وفي الدراع ما سبتوش حاجة في الراجل ما سبتوش حاجة في الراجل ومستنيين كلمة القانون وكلمة القضاء لكن كفاية بقى بالمناسبة في نفس البرنامج شفنا ابو تركة نجم النجوم بيروح يتكرم في كل ملوك العالم واحنا هنا بنعمل مش عايزة اعرض الكلام ده كفانة بقى من اقصى اليمين لأقصى الشمال والاخ بيقولك ايه ده جاي يسرق حق زمين ويسرق مين يا باي ده 8 سنين مع النادي الاهلي ولا 7 سنين بطولات وانجازات ده اسرته ولاده واحنا اتمنى لاخلاق ولادي يبقوا ربع اخلاق الراجل ده يطلعوا ربعه لو ربعه انا ماشي ده كلام لازم حنقوله النهاردة وبكرة وكل عشان نرسخ مبدأ نرسخ قلوبنا الرحيمة فين ما بنحطش عنده اولاد في اعتبارنا ليه احنا بنتكلم بنوزع التهم ليه ما فيش دولة بتنهض بتعمل كده تروح ديف تقلب في الناس على مستوى النادي وعلى مستوى الرياضة وعلى مستوى الرموز انت تروح ديف تلتزم بالاخلاقيات اللي يروح ديف يلتزم بالاخلاقيات ويرعي ربنا مش كده مش كده كتير كل مرة وبعدين كلام بقى بيبصوا بقى اخطر جملة في الموضوع اقول الحمد لله لتحول من اسمه المنتخب الساجدين لمنتخب الفراعنة يا نهار اسود ده انا بكلم ناس مسكافة ده حتى يعني اقول ايه انا بجد ما عنديش حاجة اقول طيب مش مش هوضح مش هوضح خليني اعلق عارفين يعني ايه منتخب الساجدين مش هبوتريكا اللي عمل هحكي لكم لاول مرة الواحد بقى هيتطلع لكم حاجة من الصندوق اللي سود اتقال على منتخب الساجدين اتقال في الفين وتمانية واحنا في غانا مرنا في صعوبات اول يوم روحنا اتنقل لنا الفندق لفندق جديد جدا جدا اسمعوا الكصة دي واعتفهموا حاجات كتير جدا وليه تعليق على الكلام اللي انا سمعته عشان تعرفوا قيمة لعيبة منتخبكو عشان تعرفوا لما بنروح بنرفع عالم مصر بنلتزم بوطنيتنا واخلاقنا وجدعانتنا والإيصار اللي انتو ما تعرفوهوش انتقلنا الفندق جديد خلي حد يكدبني في اللي انا بقول كان معانا مرافق للبعثة كان عايش في السعودية هو غاني بس بيتكلم عرب مرافق بيتكلم معانا فاهمينه وفاهمنا عاوزين احتياجات كذا وبالأردر بياخده من كابتن حسن شحال لقينا المدينة فيها نسبة فقراء كبيرة جدا 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 تبتدينا نعمل حاجة كويسة ما بيننا وما بين بعض صاحب الفكرة هو المنتخب ما كان شابوتريك لكن هو كان بيتكلم مع الراجل عايزين كنا بنجيب اعتقد عجلين ونتباحهم ونجيب اللحمة دي نوزعها عالفقراء عشان كده ربنا بيكرمنا من واسع نروحنا قابل كودي فوار طاحن بلغة الكورة غينيا اخوات بنجورة ستة وحيقابلنا بعد كده تلاقي ربنا كارم الجون يتصف اول دقيقة ما هو ربنا معاك عشان بتعمل خير فاتقال عننا ليه بقى منتخب السجدين غير الخير اللي كان بتعمل قبل كل اعتقد كل تمرينة وصلت في الاخر اللي كل تمرينة بنعمل ده وتتوزع مع الراجل دوت اللي انا اتمنى كان اسمه حسين اتمنى اللي انا افتكر اسمه وكان نلم من بعضنا كلعيبة ونعمل واجب انا عيب اللي انا اقول الكلام ده بس لازم انتو تعرفوا الحقيقة كاسم منتخب السجدين سببها ايه فعم حسين ده لقى اللعيبة بتتكلم في خيره بتتكلم في حاجاته قويسة اقول لنا لو في حاجات نعملها ربنا كارمنا مش عايزين الفلوس اللي بتجينا كان عقود الرعاية كان بتيجي وكان هو التسجل اتعملت بمادياته ده كان زكاء الكابتن ساميرزاه ايه اللي حصل بعد كده اللي حصل بعد كده ربنا بيكرمنا اكتر واكتر واكتر الراجل الغاني ده جاء عرض على بوتريكا حاجة مهمة جدا قال له فيه جامع حيتهد لو ما تدفعش مش عارف 24 الف دولار فبوتريكا على طور راح للعيبة غرفة غرفة جا تكلم اجامعة فيه كذا 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 عام حسين لما عارف اللي احنا ناس بنروح للخير والكلام ده فيه جامع بيتهد هناك وحتتاخد الارض دي مش عايزة اخش في تفاصيل اكتر من كده احنا عارفين التفاصيل كانت اقوى من كده فقلنا نلحق بسرعة ابوتريكا عرض اجتمعنا اللعيبة عرض الامر مع كابت الفريق وقتها كان احمد حسن وعصام الحضري وانا كنت تالت عوزه بالامر كلمة انا كنت تالت وكل اللعيبة اللي كانت موجودة في 2008 كل اللعيب كل حاجة كانت معاه دفعها لابوتريكا مش هو الوحده فالدفع كوننا الفلوس والزيادة ادينا الرجل الفلوس ايه لحادي الناس اللي بيبنوا الجامع والحاق الارض دي فكان الاوتوبيس بيمشي في غانا الموضوع انتشر والصحافة كتابته هناك واحنا ما نطقناش اساسا اوتوبيس مصر كان بيمشي في شوارع غانا يشوفوا عالم مصر على الاوتوبيس يعرفوا اللي ده لقل كل اوتوبيس بعالم البلد غانا كلها كانت تسجد في الارض كده فكنا نستغرب كل يوم تمرين كل يوم محاضرة قدام الفوند والناس تشوف تشيرت منتخب مصر روح وسجدين في الارض فمن هنا تلع اسمه منتخب السجدين لكن لما انتم بتسمعوا نقف حاجة زي كده بتقولوا ناسينا المحفظة ومش عارفوا ايه ده حساب البنك قافل النهاردة مش موجودين فاحنا لينا دور مجتمعي بنعمله لكن مش لازم نطلع في التلفزيونات لعلانه وده كان حقيقة كلمة منتخب السجدين فمن هنا مسمى منتخب السجدين افضل بكتير قوي من الفرعن وكفياكم ظلم للناس نحترم الرموز ونحترم النجوم ونحترم اللي اسعدونا وبلاش فكرة النهاردة الموجة فين فاشت مقضع وفي الاخر مش هيبقى لنا كبير باللي انتم بتعملوه مش هيبقى لنا كبير ومحموقين قوي بتوقعوا ما بين اللعب محمد صلاح لعب كبير وابو تريكا لعب كبير وفلان الفلان يلعب كبير وفلان الفلان يلعب كبير واحنا بنحمي بعض وبنحافظ على بعض وكل واحد ليه قيمة سواء في النادي بتاعه احنا بنتعامل كده لكن اللي انتم تفرقوا ما بين الكل وودوت وحيروح ياخد حق زميله على اقل لو انتم بتقولوا كده ولا تربوا في النادي الاهلي جوه ده ولا في منتخب مصر وبلد هو اللي بيستشارة بلد وعمل ده ارجعوا للثوابت اللي احنا تعلمناها الاخلاقياتنا المحترمة ارجعوا للاندباط في الكلام ارجعوا لكلمة الحق ارجعوا لان انتم لو كنتوا شفتوا وابو تريكا اعتقد لو كنتوا شفتوا من سنتين ثلاثة قبل اللغة اللي انتم بتعملوه كنتوا تجروا بولادك وتتصوروا معاه هي دي الحقيقة اللي الكل بيخافي قولها القانون يقول كلمته في غلط كلنا مع القانون لان احنا دولة قانون والقضاء يقول كلمته ما فيش حاجة تقالت ما حدش يعمل لي وطني اكتر من التاني هارتونا وطنية واو الناس في الغرف المغلقة بتقطعوا بعض وتشتموا بعض وتموتونا وتغيروا رأيكو كل سنيتين حتى تعالى نقولكوا اعملوا حاجة لمصر نفسي اسمع بقى اللي هم بيشدكوا بالوطنية ما مصر محتاجات من الملايين اللي بتاخدوها ادفعوا منها شوية ادفعوا منها شوية عشان تتساوى الامور لو كل واحد تبرع بزكاة والطبيعية اقسم بالله اقسم بالله مصر دي هتبدل لكن عبارة عن فكرة ازايد على وطنية الناس اعمل نفسي انا اللي وطني والباقي كله مش فاهم حاجة تحت مسمى كبر كيرشت هي دي الحقيقة والله العظيم دي الحقيقة اقسم بالله دي الحقيقة طب تعالوا نشوف ابو تريكا بيرد على ده كله بيقول ايه في فيديو جديد تعالوا نشوف الجيل دي ويشرف مصر ان شاء الله والعرب ان شاء الله هم طالبوا وبتريكا يكون في كسر العالم وبتريكا بإذن الله راح يكون مع بين سبولس في كسر العالم محلل ان شاء الله عايزك تلعب هم صعب مش عايز تاخد وقتك وقت غيرك طبعا وبعدين الجيل ده تعفل الوصول فمن حقه ان هو يبقى تواجد والوحدة ان شاء الله الناس دايما لا تنسب المجود للاخرين لا هم تعبوا في المجود للتصفيات وحقهم ان شاء الله ويشرفوا مصر والعرب ان شاء الله ان شاء الله مش هتكلم كتير اتكلمت في كل حاجة اتمنى بعد الالوى وبتريك الكلام ملخص نفسه ماخدش حق زمالي انا راح احل انا ما اتكلمتش يا رجل ناقص يقول يصرخ كده انا ما اتكلمتش ناس هي اللي عملت كده حرام بقى يا استاذة اللي اتكلمت ويا استاذة اللي انا بحترمكو جدا شفت الراجل قال ايه ده كلامه هو بقى ولا مكتوب تويتا ولا فلان تبرع له اللي هو يكتب من دماغه وبنناقش مواضيع من غير مواضيع عندنا حاجات تهم البلد كتير اوي ناقشها ونقف جنب المواطن ونتكلم في نوعي شباب عندنا حاجات كتير اوي نتكلم فيها وصيبوا الرياضة اللي بتتفرحكم ومصدر السعادة في حالها كفاية توقعوا فيها شمال ويمين لكن بعد الكلام اللي الراجل قاله يا استاذة ويا استاذ قلوله احنا اسفين قلوله كنا فاهمين غلط قلوله احنا ظلمناك قلوله انت فعلا متربي وابن ناس محترم ولو القانون والقضاء قال غير كده احنا هنبقى مع القانون والقضاء وانا هبقى معاكم